اشتركوا في القناة في مدينة الاسكندرية وبالتحديد في منطقة برج العرب يمكن ده طبعا لدفع المسؤولين بالامس لتغيير ملعب المباراة والذي كان مقرر اقامته في استاد الاسكندرية ليقام هنا في مدينة برج العرب على استاد برج العرب يمكن فريق النادي الاهلي وصل في استمام السادسة مساء امس يمكن الفريق خلط للراحة مبكرا ومن الصباح مبكرا استيقظ جميع اللاعبين تناول وجبة الفطار في العشراء والنصف صباحا ومن بعدها وجبة الغداء في الوحيدة والنصف ثم المحاضرة الفنية للفريق واللي ألقوها مساء المسلمين على اللاعبين في تمام السالسة إلا الربع يمكن لحظات ويتحرك كأوتوبيس النادي الاهلي إلى ملعب المباراة اللي بيبعد فقط عشر دقائق عن فندق اللقام هنا بمدينة برج العرب يمكن السماء المميزة هنا لمعسكة الفريق لدفع المباراة كابت الأيمن هي قصرة الاجتماعات الفنية ما بين مساء المسلمين المدير الفني للفريق والجهاز الفني المعاون كان دايما مستحب أجهزة الحاسب الآلي وكمان يمكن البوردات اللي بيستخدموها في شرح الخطط لبناشط خطط المباراة اللي إن شاء الله هيتم الاعتماد عليها النهاردة ويمكن طبعا زي ما حضرك ذكرت وكل الناس عارفة إن النهاردة إن شاء الله سيبقى فيه معظم اللاعبين الموجودين هم من قوام الفريق الأول للفريق خاصة مع بدء الاستعدادات لكأس العالم الأندية إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي فيه يمكن كمان النهاردة الجهاز الفني بيعتقد وجود دكتور أحمد أبو عابلة طبيب الفريق اللي صباح اليوم استحب اللعب أكرم توفيق للسفر إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء جراحة الرباط الصريب إن شاء الله أكرم يرجع فقارب وقت وإن شاء الله يكون معافى ويرجع وليه تعلقوا اللي عهدناه كلنا كجمهير النادي الأهلي عليه كمان يمكن النهاردة الفريق موجود دكتور أسامة مصطفى طبيب قطاع النشئين بالنادي الأهلي اللي كلمت معاه وسألته عن إصابات قال لي فقط بس عمار حمدي اللي طبعا أصيب بكادمة أول أمس في الميران فضل الجهاز الفني راحته من التدريب أمس وكمان من المباراة وإن شاء الله هيكون في أول تمرين فيه كشف طبي عليه لبيان مدى جاهزيته للمباراة للمباراة في الفترة القادمة ممكن يطبع من الحكام كمان بكادة كابتن إبراهيم نور الدين أحمد توفيق خالد حسين مبروك نبيل وعلى الفار مصطفى الشهدي ويسامي هالهل هيكونوا هم القائمين بيط يعني نهارده إن شاء الله قدرت المباراة اتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى كل التوفيق لعناصر المحيطة بالملعب عشان نشوف مباراة كبيرة تليق بفرقين كبيرين النادي الأهلي واسموحة وإن شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي وإحقاء صلاة نقاط تخدمه كتير جدا فيه مشوار المصابقة كابتن آمنك اللحظات قليلة جدا في وسط أجواء زي ما قالت حرك ممترة ودرجة حرارة لا تتعدى عشر درجات مقوية هذا تحرك حافلة النادي الأهلي لأستاذ بورج العرب مع تمنتنا بكل التوفيق إن شاء الله بأداء مباراة كبيرة وتحقيق سلس نقاط وابقى النادي الأهلي دايما في المقدمة كلمة ليه كابتن آمن اتفضل شكرا إنجازينا الزميل العزيز جهزية إن شاء الله فرقة النادي الأهلي النهاردة عايز أقول لحضراتكم يمكن آخر حاجة وصلت من كاميرون إن كابتن محمد الشناوي عنده شد في العضلة الخلفية أعمل أشعة والأشعة أثبتت إنه عنده شد في العضلة الخلفية حيحتاج بقى حسب جهاز الطبي أسبوع عشر تيام نتمنى عوضيته سريعا إن شاء الله أما بالنسبة للحمد فاتحي عنده إجهاد في العضلة الضم يعني الحمد لله ما وصلش للمرحلة الشدة أو التمزق من الدرجة الأولى أو التانية أو التالية فالحمد لله رب العالمين إن شاء الله بإذن الله لعبة مش أول مرة تتصاب و مش عايز أقول تاخد مدة إن شاء الله مش هتاخد مدة وزي ما شفنا بلكده حمدي فاتحي والشناوي لما كانوا بيتصابوا يدوبك بيعادوا ماتشو والأتنين وبيدوسوا على نفسهم ومع الروح العالية بتاعتهم بيرجعوا بسرعة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين يرجعوا سريعا وتقلقوا سريعا مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي أنا قلت كل اللي عندي وإن شاء الله نسمع من نجمنا الكبار اللي حيشرفونا كمان شوية بعد الفصل كابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء ميهوب كابتن أسامة عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن أرجوكم انتظرون اشتركوا في القناة شكرا